سبتمبر في خطر الاحتراق في المنزل يدرك يافيز أنه لا يزال يحب سبتمبر ومع ذلك لا يمكنه فهم مشاعر سبتمبر تجاهه بعد أن تعلمت كل شيء عن أسليم وكان يغلق وعي جوليدي لا يستطيع الشاعر معرفة الحقيقة يواصل بيرشين التلاعب بالشاعر بشأن تعرضه للغش مع كان يضع فاتح خطة لإخضاع كان وأسليم لأوزان في الفندق كما أخبر جوليدي بالكذبة القائلة بأن أسليم خدع أوزان مع كان يرى صور سبتمبر ياؤمز مع يلدا في الصحيفة على الرغم من أن ياؤمز يحل هذه المشكلة إلا أن الاثنين لديهم الكثير من المواقف تجاه بعضهم البعض تضمن رازية أن الرسالة التي توضح فيها الإرمل أنها عدنان وأن أجنة النرمين تقع في يد عدنان عدنان ونرمين يوجهان تهديدات إلى سبتمبر وعائلتها الذين يلومونهم على رحيل يا أومس نوران يمسك يا أومس في محطة الحافلات يحاول ثنيها عن المغادرة يجيز يأتي إلى حفل زفاف سبتمبر يثير برشين رأيه إلى أوزان بينما يعانق كان وأسليم الشاعر لا يؤمن يسأل أسليم لكن على أسليم أن يكذب بسبب والدته يضع فاتح خطة لإخضاع كان وأسليم في نفس المنزل ليلا بينما تجري الاستعدادات لحفل الزفاف في المباني الملحقة يقرر يا إرمز إجراء تغييرات كبيرة في حياته نتيجة لما عاشه مع الإرمل بالتوازي مع هذا صدم نوران بشيء وجده في الواقع بسبب كان دخل في موقف لم يرغب فيه أبدا في موازات ذلك سيضع برشين ورقة رابحة كبيرة في يده الفاتح الذي يحاول تفريق زواج أوزان وأسليم يصل إلى هدفه بشكل أسرع بمساعدة كوراي أعد كوراي خطة باستخدام حسن نية أسليم ويعتقد أنه بهذه الطريقة سيعطل الفصل بين الاثنين تماما بينما يقوم سبتمبر وكوراي بالاستعدادات للزواج يراقبهما يا إرمز من مسافة بعيدة وقد وضعت الفتاة الدهون عقلها على ترك سيترك الجميع وراءهم عائلتها مدرستها لها سبتمبر وطفلها يا إرمز الذي لا يستطيع التخلي عن سبتمبر بأي شكل من الأشكال لن يغادر بعد سبتمبر مرة أخرى وسيسعى جاهدا للعودة معا ديسمبر على الرغم من أن عدنان وكوراي يضعان خططا ويحاولان إذاء عائلة الإرمل إلا أن يا إرمز سينع ذلك بغض النظر عن مدى محاولة يا إرمز القيام بذلك سررا فلن يفلت من عيون نورا في موازات ذلك سيكون أسليم هو الذي ينقذ برمين الذي حاول أن ينتحر ليفسد الصورة العائلية السعيدة لأسليم وأوزان مرة أخرى على الرغم من أن أسل إرم وأوزان لن ينفصل مهما حدث فقد بدأ برمين والفاتح حربا للفصل بينهما لم يستطع يا إرمار تحمل ما كان يحدث وخاطر بكل شيء لتدمير يا إرمز بغض النظر عن مقدار ما يحاول سبتمبر منعه سيكون هناك دائما شخص غير متوقع سينع يا إرمار يهرب سبتمبر من سبتمبر بينما يحاول يغيز التحدث إلى سبتمبر من ناحية أخرى يستمتع أسليم وأوزان بل من شملهما مع بعضهما البعض أخيرا وعندما يفشل الفاتح في كسر الأمور في ديسمبر سيفعل برشين كل شيء لتعطيل هذه السعادة من ناحية أخرى لا تعرف سيبل ماذا تفعل بحقيقة أنها تعلمت من نتيجة الحمض النووي يحاول سبتمبر سعادة أوزان وأسليم بينما يتسبب يا إرمز عن غير قصد في أكبر ألم يخش حدوثه لوالده إنه يحاول سعادة أوزان وأسليم بينما يحاول برشين وفاتح منع سعادة الأشخاص الذين يحبونهم سيكشف سيبل وجنكيز الحقائق المتبقية فاتح وبيشين الذين حاولوا إفساد حفل الزفاف الأب الذي حاول قتل يا إرمز لأنه أضر بابنته ولا يمكنهم الانفصال عن بعضهم البعض مهما حدث يا إرمار الذي يكتشف أن ابنته حامل لا يرحب بهذا الوضع جنبا إلى جنب مع نوران يتخذون موقفا قاسيا للغاية تجاه سبتمبر يتحرك لإطلاق النار على يا إرمز الذي يعتقد أنه لوث شرف ابنته عندما يطلق النار على يا أومز يمر سبتمبر أمامه يخبر كوراي الذي جاء في اللحظة الأخيرة أنه إيل إرم العاشقان والطفل في بطن إيل إرم المنه سبتمبر الذي يهتم بإنقاذ حياة يابيز لا يمكنه الاعتراض على ذلك في الواقع يستعد أوزان وأوزان لحضور حفل زفاف سيقيمون حفل الزفاف في المقهى في المدرسة يحاول فاتح برشين منع الفاتح يضع رجلا بعده لخطف إسليم لكنه لا يستطيع النجاح لا توافق جوليدي ومنتاز على حقيقة أن أوزان وأسليم يتزوجان بزفاف برق يعارض هدية وطارق أيضا في البداية ولكن بعد ذلك عندما يفهمون لماذا يفعل الشباب هذا يقررون الدعم إن ميثاق فاتح وبرشين يشن حملة صارمة لأنهم لم يتمكنوا من منع اتحاد أسليم وأوزان يحاول أسليم وأوزان بناء منزل في تحدي لجميع العقبات التي ستعطل سعادتهما جوليد مصممة على الوقوف في وجه هذا الاتحاد بينما تضحث سبتمبر عن طريقة لإنهاء حملها تلاحق يغيز تحركاتها المشبوهة يحاول أوزان جمع الجميع معا لكنه في نفس الوقت يواجه برشينوك ديسمبر ويخطط لإظهار الحقيقة للجميع سوف العاب سيبل يسبب لها للحصول على أقرب إلى هدية في حين فتح بينها وبين القطران ديسمبر في موازات ذلك سيجذب الخمول والغفايان المستمر في سبتمبر انتباه يا إرموس لن يغادر يغيز بعد سبتمبر بينما تحاول عائلة يغيز منعه من مقابلة سبتمبر رازية من ناحية أخرى تراقب ما يحدث من مسافة بعيدة مرة أخرى تظهر جميع الألعاب التي أنشأها عدنان وبرشين وسيبل واحدة تلو الأخرى لقد أدركوا بالفعل بعض الأشياء على الجانب اثنين بفضل الهدية يبحث أسليم عن الشاعر والشاعر يبحث عن أسليم بينما تظهر مصرحية برمين من أجل منع هذا الاجتماع لا يتبع الفاتح أسليم لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناة